أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى عزيزي المشاهدين خلنا نروح لأخبارنا أخبار البيت الكبير النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب النهاردة الحقيقة بيوجه الشكر للاجنتي الموارد والعضوية ويشيد بجهودهما في تسويق عضوية النادي الأهلي وده كان في خلال المؤتمر الصحفي اللي عقده النادي الأهلي اليوم للإعلان عن تفاصيل عقد الشراكة مع شركة فاليو من أجل الترويج للعضويات العاملة الجديدة وفقا للاستراتيجية مجلس الإدارة لزيادة الموارد زي ما حضراتكم عارفين دائما النادي الأهلي بيحاول أن يطور من موارد النادي على الرغم من كده نحكلم مع حضراتكم بعد شوية في جزء مهم جدا 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 ولكن دائما ما يطور أو ما يحاول أن يطور النادي الأهلي ومجلس إدارته كابتن محمود طبعا ومجلس إدارته في موارد النادي أو الفلوس اللي بتخش النادي علشان يستطيع أن يواكب الأحداث اللي بتحصل والتطور الكبير اللي بيحصل في كل أنحاء العالم التطور الرياضي الكبير اللي بيحصل زي ما حضراتكم سمعته منذ قليل الدكتور أشرف صبحي وهو بتكلم عن حياة كريمة للجميع حتى في الرياضة حتى في الملاعب في كل المواقع اللي بيتم إنشاءها علشان تكون حياة كريمة لكل المصريين من خلال وجود رياضة ومن خلال وجود منشآت رياضية كبيرة ومهمة في كل الأماكن النادي الأهلي دائما ما يكون حريص على مثل هذه الأمور وعلشان كده كابتن محمود الخطيب النهاردة وجه الشكر للجنتي الموارد والعضوية وأشاد بجهودهم في تسويق عضوية النادي الأهلي لأنه بيني وبين حضراتكم العضوية بتجيب فلوس تخلي كابتن خطيب وتخلي مجلس الإدارة اللي متواجد حاليا يقدر يعمل الحاجات لو عايزها يقدر يروح لأستاذ النادي الأهلي يقدر يروح لحلم من أحلام لعبة النادي الأهلي الحقيقة وكابتن محمود النهاردة هو بيتكلم خاص بالشكر لأستاذ محمد الضماطي عضو مجلس الإدارة لأنه أول من عمل في هذا الملف منذ فترة طويلة وبذل فيه مجهود كبير بالإضافة إلى لجنة العضوية برئاسة الأستاذ طارق أنديل والدور الذي قاموا به في رحلة الإمارات الأخيرة من أجل تسويق عضوية النادي كابتن خطيب قال أيضا أن طبعا رحلة الإمارات دي ما هي إلى مجرد بداية عشان نساعد كل الإخوة في التواجد سواء كانوا مصريين أو عرب الحقيقة وحبين أن هم ينضموا لعائلة النادي الأهلي عائلة النادي الأهلي اللي دايما بنتكلم عنها البيت الكبير وعائلة النادي الأهلي عايز بس أقول لحضراتكم جزء مهم جدا وأنا بتكلم في هذا الأمر كابتن خطيب أشار لي الحقيقة في كلامه نهاردة في المؤتمر الصحفي مليار وستمائة مليون نادي بيصرف على بنيته التحتية مليار وستمائة مليون جنيه بتقول كاما إسلام مش أنا اللي بقول ده مجلس الإدارة والميزانيات وكل حاجة هي اللي بتقول هذا الكلام مليار وستمائة مليون جنيه تم صرفهم على البنية التحتية المتواجدة في النادي الأهلي أو في فروع النادي الأهلي الحقيقة اللي متواجدة في كل مكان اللي متواجدة في كل مكان يعني أربع فروع هنا وفرع لقصر الحقيقة الفروع كلها فيها تطور كبير جدا جدا الحقيقة زي ما حضراتكم شايفين في كل حاجة كل حاجة بتتغير وكل حاجة بتتطور مش عايز بقى أتكلم على الحاجات اللي كنا بنتكلم عنها زي من الجراشات الجراش الكبير اللي اتعمل في مدينة نصر الانشاءات الكبيرة والحديثة اللي بتتعمل في الجزيرة الانشاءات الكبيرة والحديثة اللي بتتعمل والصلاة الجديدة اللي بتتعمل في الشيخ زايد والصلاة الجديدة اللي بتتعمل بقى في مدينة نصر والشكل الكبير البوابات اللي حضراتكم شفتوها في الجزيرة واللي بتشوفوها في مدينة نصر عاملة ازاي هو ده هتقول لي اه فلوس كتير فرق التجمع الخامس اللي بيحصل في فرق التجمع الخامس والطفرة الكبيرة اللي حصلت وقريب ان شاء الله مش عايز اقول مواعيد طبعا لانه النادي الاهلي لسه لم يعلن عن مواعيد ولكن قريب ان شاء الله هتسمعوا افتتاح الجزء الاول مرحلة الاولى من النادي الاهلي التجمع الخامس حضرتك كعضو جمعية امومية لما بتروح تقعد في النادي الاهلي في الجزيرة تبقى مستمتع بتبقى مبسوط لما بتروح تقعد في الشيخ زايد نفس الكلام في مدينة نصر نفس الكلام انت بتحط فلوس في النادي بتاعك النادي عندك مجلس ادارة بيعرف يصرف الفلوس دي فين هو ده المهم هو ده الاسلوب اللي دايما بيستخدمه مجلس ادارة النادي الاهلي علشان يطور من البنية التحتية الموجودة في النادي الاهلي في كل شيء في كل شيء فمليار و600 مليون جايبهم منين جبناهم من موارد كثيرة جدا الكابتن شرحها قبل كده قبل الانتخابات اللي فاتت وشرحها موارد كثيرة جدا ولكن انا بصرف وكل اللي محتاجينه ان احنا يجي لنا دعم من وزارة الشباب والرياض انا حتى هذه اللحظة اللي بتكلف مع حضراتكم من 2018 لغاية دلوقتي 5 مليون و100 ألف جنيه تقريبا اللي جملة النادي الاهلي في 3 سنوات او في 4 سنوات او من 2020 زي ما كابت الخطيب قال النهاردة فكل كل الدنيا بتدعم النادي الاهلي وكل حاجة ولكن وزارة والله يكون فعون طبعا الدكتور اشرف صبحي الحقيقة لانه يعني عنده اندية كثيرة جدا ولكن النادي الاهلي هو دايما النادي اللي بيؤثر وبشكل كبير جدا في كل المنتخبات الوطنية ونادي الاهلي بيعمل كده لأعضاؤه وللرياضة المصرية لرياضة المصرية انا كنت قصد اللي انا جيب لحضراتكم افتتاح نادي المصري القاهري علشان تعرفوا ايه اللي بيحصل في حياة كريمة وبعدها على طول تشوفوا اللي بيحصل في النادي الاهلي ومقدار الفلوس اللي بتدفع في البنية التحتية علشان تبقى فيه عندك نادي مؤسسي ونادي كبير جدا وعندك كل الفاسيليتز او عندك كل الامكانيات اللي موجودة في نادي كبير ونادي عالمي فده كابت الخطيب كان مصرر انه هو يتكلم في هذا الامر والنادي الخطيب والنادي الاهلي يعني مليار وستمائة مليون مليار وستمائة مليون في ثلاث سنين ولا في اربع سنين خدنا كم خدنا من الوزارة خمسة مليون ومئة الف جنيه نتمنى ان يكون هناك دعم خلال الفترة القادمة للنادي الاهلي لان النادي الاهلي زي ما اتكلمنا في هذا الامر ابل كده مئة مرة اتكلمنا في هذا الامر بيمثل قطاع كبير وعريض من الشعب المصري ومن الرياضيين الموجودين في المنتخب شوف بقى غمض عينك كده واسأل هو منتخب كرة بلاش كرة القدم احنا عارفين وحافظين لكن اسأل كده عن منتخب كرة السرعة عن منتخب كرة اي حاجة هتلاقي ان النادي الاهلي بيمثل مش اقل من 50% من كل الالعاب في المنتخبات الوطنية الله يكون فعون سيادة الوزير طبعا عنده مشاكل كثيرة جدا وعنده اندية كثيرة جدا عندها نفس الدور ولكن النادي الاهلي هو الاكبر الحقيقة وهو اللي بيحاول دائما ان يكون مواكب للتطور اللي بيحصل حوالينا في العالم كله